السلام عليكم صلوا علي الحبيب المصطفى عليها أفضل الصلاة والسلام أهلا وسهلا بكم لبنات نورت وشرفتوا دار داركم ونرحبوا بالمشتركين جدد أهلا وسهلا إن شاء الله كامل تكونوا بخير وصحة وعافية أنا الحمد لله ربي دومها علي وعليكم إن شاء الله وصفتنا اليوم هي عصير اليقطين ولا الكوابة ولا الكابوية كل منطقة كفا يقولوا لها نبدأوا مع المقادير وطريقة التحذير بسم الله على بركة الله عندي كمية من الكابوية قطعتها إلى قطع صغيرة زوج حبات الزرون ديا ثانية قطعتهم إلى قطع صغيرة كمية من التمر حبه موز حبه ليمون أو القارس ثلاث بطاطيا أو وقت بذوق الفراولة أو المشمش نجيب طنجرة ونضير فيها البول تاع الكابوية أنا عبرت الكابوية في البول ونضير معها ثلاث عبارة الماء نزيد معها زوج حبات الزرون ديا اللي قطعتهم إلى قطع صغيرة ونضيرهم فقوا النار ونخليهم يطيبوا بالنسبة للمبتدئات تديروها قاعدة لازم تطيبوا في نار متوسطة بها تطيب لكم الماكلة في غرضها والطيب مليح وهنا بعد ما طابت لزرون ديا والكوا نخليها بهذا كلمة تحها ونزيد لها التمر اللي قلحت له النواة تاعون نقلع له العلف والحبات على القارس راني حصرتها في العصارة اليدوية ونزيدها معهم ونزيد ثانية الحبات على البانان نقسمها إلى قطع صغيرة ونزيد ثلاث حبات يا وقت بذوق الفراولة أو المشمش الذوق اللي تبغوه ديروه ونخل لكم الاختيار ندير كامل المكونات مع بعض بعد ما طابت لزرون ديا والكابوية ولا الكوابا كل منطقة كيف يقولونها هذا العصير صحي ما شاء الله فيه عدة فيتامينات ما فيه لا سكر لوالي وجربوه لبنات وخلوه لي في التعليقات وهنا زيت معه مغرف صغيرة لفاني بتعطر لي وتعطيني نك هزينة ونجيب براميكسور ونميكسيهم كامل مع بعض بعد ما ميكسيتهم صفيتهم بسكولادي ما يبغوليش هذو كل حبيبات اللي فيه ونديروه في الثلاجة يبرد لي وبعد ما يبرد لي نقدموه بالصحة والهانا راني ندلكم في المونتاج والريح راه يضرب ما شاء الله الجو تبدل اللهم أغذتنا يا رحمن ويا رحيم اللهم غيثا نافعا غيرا ضارا هنا بعد ما برد لي نشوفوا القوامب جا خاثر جا ما شاء الله جربوه لبنات وما تندموش عليه ولي دخلت الفيديو الأول مرة نقولك اشترك وفعلي زر الجرس ليصلك كل جديد والضغط على زر الإعجاب لبنات ما تنسوش الجام فضلا وليس أمرا وتعليقاتكم المحافزة بارتاجوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء بارتاجوه في القروبات ربي يحفظكم ويفرحكم ويعلم قامكم على تفاعلكم في الفيديوهات السابقة بارك الله وفيكم تزاكم الله وكل خير شاهدكم في الجنة أحبكم في الله أخواتي الغاليات دمتم في رعاية الله وحفظه في أمان الله مع السلامة